سعادة السفير أولا نبدأ من أحوال الدولة اليمنية يا سيدي ما هي قراءة سعادة السفير الدكتور محمد مارن لمجلس القيادة وتحدياته مجلس القيادة الرئاسي شكروا لكم بداية بالتواصل معنا في سفارة الجمهور اليمنية في القاحرة نحن نقرأ كما تقرأ الجمهور اليمنية وغادتها مثلا بفخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي وكذلك لبيانات وأرى وزارة الخارجية اليمنية لدينا قراءة حقيقة مطمئنة قد يقول البعض هذا في الوقت الصعب ولكنه لا يزال أنا دائما عندي أمل ولكن حقيقة نرى اليوم أنه فيه إطمئنان إلى درجة عالية بأن الحرب على مراحلها الأخيرة من الانتهاء هناك أمور كثيرة تبشرنا بالخير في هذا الأمر عملت قيادة الدولة كل من قاد الدولة في المرحلة السابقة وانتهاءا بأعمال مجلس الرئاسي في الوقت الحالي مع التحالف إلى لمسات كثيرة مع القانب الدولي نرى فيها بإذن الله عن قرب انفراج كبيرة تطمئن اليمن بعودتها إلى ما كانت عليه إن شاء الله سعادة السفير في الحقيقة هذه قراءة من داخل جسم الدولة تبدو دبلوماسية جدا وتبدو أيضا ناعمة كثيرا في الحقيقة أنا أصور معك الآن قبل رمضان بأسابيع والمشاهد شيء يشاهدنا في رمضان ونحن نصور بعض جولة رئاسية للرئيس رشاد العالمي في أوروبا هل هناك من نتائج لهذه الزيارات؟ بالتأكيد المجلس الرئاسي بقيادة دكتور رشاد وإضافة من معه في الحكومة هي لعبة دور إلى درجة عالية من القدية في المرحلة الأخيرة في هذا العام بتواصلها أيضا مع دول التحالف التي تلعب دور معنا من بدء الحرب مؤخرا على أن نصل إلى نهاية هذه الحرب والحقيقة نحن نستشعر جميعا كما ما نحن متعبين منها أيضا الأقليم متعب منها وبالتالي القراءات الأخيرة ترى أن هناك اتساق في الرأى ما بين قيادة الدولة والأقليم وهذا ما أساسا نشعى إليه العالم وبإذن الله تكون هناك هذا الفرق الذي نحن نراه من وجه المقبل ترجمة نانسي قنقر